سواح الخير كيف حالكم اليوم أتمنى أنكم بخير في هذا الفيديو سنقوم بإضافة مستخدمين لهذا النظام الذي لدينا هنا فكما تعلمنا في فيديو سابق أن أسماء المستخدمين كلها موجودة بATC Password فإذا قمت الآن بكتابة cat-atc-password بهذا الشكل وإنتر ستلاحظون أنه ستظهر لي الكثير من الأسماء أيضا لا يمكنني أنا بscrolling down خلال هذه الشاشة لماذا؟ لأن أستخدم الconcert فالتالي سأستخدم 5 symbols ثم أكتب list فالآن يمكنني بنقرأ على enter التصفح هذه الحسابات فتلاحظون في الأعلى يوجد لديه أول سطر حساب الroot والroot الـ ID الخاص به 0 فتتذكرون أنه عندما نحن قمنا بكتابة ID root كان 0 0 جيد فإذا نعود إلى الـ Password أيضا لدينا حسابات أخرى زائد حساب في النهاية هنا الحساب هو حساب نورس قد تتساءل لماذا لدينا كل هذه الحسابات؟ أنا لم أقم بإضافة هذه الحسابات فبكل بساطة هذه الحسابات هي جزء من حيكلية أو طريقة حيكلة نظام لينوكس الـ Process التي تحتاج أن يكون لديها صلاحيات معينة ومهام معين عليها أن تقوم بها بالنظام مثل الـ Processes أو العمليات الخاصة بقواعد البيانات مثل العمليات الخاصة بـ Web Server أن يكون لديك Web Server محلي على جهازك هذه العمليات تحتاج بعض الصلاحيات أن تقوم بها فهي لا تقوم بهذه الصلاحيات من خلال المستخدم يعني لا تقوم بهذه الصلاحيات من خلال المستخدم نورس أو المستخدم الروت بل يكون لها مستخدم خاص له الصلاحيات التي هذه الـ Process هذه العملية هذه البكيج هذا البرنامج الذي يحتاجه فقط وتقوم بها من خلال هذا المستخدم فبالتالي هنا ستجدون هناك بعض من الأشخاص هنا هم ليسوا بشر هم فقط حسابات لـ Processes معينة تساعد هذه البكيج على القيام به مهامها هذا موضوع متقدم سنتحدث عنه لاحقا لكن لا داعي للقلق إذا وجدت أكثر من مستخدم موجود في ATC Password وهذا شيء جدا 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 طبيعي وطبعا وجود الأشخاص أو وجود هذه الحسابات لا يعني أنها تستطيع أيضا الدخول للـ System الخاص بك أو الدخول لحساب معين مثل ما أنت تدخل للـ System الخاص بك بكتابة مثلا بالذهاب بـ Login ثم يطلب منك أن تدخل مثلا إذا الآن قمت بكتابة Exit هنا سيقول لي قم بإدخال الاسم المستخدم فسأقول مثلا اسم المستخدم رود وكلمة الـ 1-2-3-4-5-6 والآن أنا دخلت للـ System إذا عدت مدى أخرى للـ ATC Password فهذه الحسابات لا تدخل بهذه الطريقة لأنه لاحظوا في نهاية أسطورها مكتوب No Login فحتى لو حاولت هذه الحسابات أن تدخل بالطريقة التي تدخلت بها قبل قليل لن تستطيع لأنها No Login جيد ليس لها صلاحية الدخول هي لها صلاحيات أخرى خاصة بعملها طبعا هذا ليس موضوعنا اليوم الموضوعنا اليوم هو بكل بساطة نحن نريد كيف نقوم بإضافة User فقبل أن أبدأ أريد أن أذهب إلى Last Home Directory سأجد أن ألدي مجلد خاص بنورس وهو الشخص وإنسان حقيقي هو أنا إنسان حقيقي تستخدم النظام ولديها مجلد في Home Directory فيها الملفات الخاصة بها الآن إذا أرد أن أقوم بإضافة شخص حقيقي آخر إنسان حقيقي آخر حساب لشخص حقيقي آخر فسأكتب User Add وهنا سأكتب اسم هذا الشخص ومثلا سأكتب سأنشئ حساب للولو في User Add لولو فالآن تم إضافة الحساب كيف أعرف ذلك؟ أذهب لكات ATC Password وهنا أكتب 5 Simple أكتب Grab لولو فسيظهر لي حساب لولو لاحظوا لولو ثم X يعني الباسورد الخاصة بها مشفرة موجودة بATC Shadow تحدثنا في فيديو السابق 1001 هو الـ ID الخاص بلولو فإذا كتبت ID لولو سأجد أن الـ ID للولو 1001 الـ ID الثاني هو ID للغروب الخاص بلولو كولن وكولن بينها لا شيء هذا مكان لإضافة التعليقات أو أي شيء معلومة إضافية عن لولو سنتحدث عن ذلك لاحقا وثم لدينا هوم لولو وهو اسم الـ بالنسبة لـ إذا أردت أن أعرف ما هي الـ الموجودة فيها لولو فسأكتب لولو ما هي لولو فسأجد أن لولو هي موجودة فقط تنضم للمجنوعة الخاصة بها الـ هو هوم لولو هل تم فعليا إنشاء هوم لولو؟ فذن لناره سأكتب فلن أجد حساب لولو فعلي أن أنشئه بنفسي كيف أنشئه بنفسي؟ فبكل بساطة يمكن أن أكتب make directory هوم لولو بكل بساطة الآن إذا أردت الذهاب لحساب الـ هوم لولو فماذا أكتب؟ أكتب وثم أكتب إشارة الدلتا واسم المستخدم لولو فالآن أنا في حسابها هوم لولو الآن إذا قمت بكتابة إكزت خرجت من ذهب لشاشة الدخول للنظام والآن أريد أن أدخل لحساب لولو فسأكتب لولو ويقول لي ما هي الباسورد؟ يا ترى ما هي الباسورد؟ نحن ندخل الباسورد سأكتب أي شيء؟ سيقول لي بتأكيد الباسورد خطأ وأنا لم أدخل باسورد فسأذهب مرة أخرى سأذهب للروت 1 2 3 4 5 6 فسيقول لي خطأ لأن أدخلت سبيس عن طريق الخطأ فمرة أخرى فالآن دخلت النظام الآن سأدخل باسورد للولو كيف ذلك؟ سأكتب باسورد بهذا الشكل لاحظوا لا يوجد OR بكلمة باسورد وسأكتب باسورد لولو فما هي الباسورد خاصة بها؟ سأكتب واحد 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 ثم واحد 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 طبعا يجب أن أدخل كلمة مرور حقيقية وصعبة صعبة التخمين لكن نحن نتضرب الآن فأكتب كلمات سهلة حتى أتذكرها فالآن سأقوم بكتابة إكزت الآن مرة أخرى سأذهب لولو وأكتب واحد 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 انتل الآن أنا موجودة بلولو فحساب بالهوم دايركتوري لولو فلو كتبت أنا لو كتبت ب تابل يو دي تابل يو دي تابل يو دي تابل يو دي أنا الآن بي هوم لولو إذا أرد مرة أخرى ذهب لروت سأكتب سو روت والباسورد للروت هي واحد اتنى ثلاثة أربعة خمسة ستة جيد فأنا الآن ما زلت في هوم لولو سأكتب سي دي للذهاب مرة أخرى لهوم دايركتوري للروت فإذا أين أنا الآن؟ أنا موجودة بسلاش روت بالنسبة لسلاش روت قديما كان الروت له هوم دايركتوري له أدنى هوم أدنى هوم إذا ذهبنا إلى الليست هوم كان لديه حساب هنا يكون اسمه الروت مع باقي المستخدمين لكن تحسن النظام ومع تحسنه وتطوره أصبح الروت مجلد خاص به خارج الهوم دايركتوري هذا المجلد هو هو سلاش روت فإذا كتبت سي دي روت جيد ها هو هذا الهوم دايركتوري للروت فإذا كتبت أيضا سي دي دلتا سأبقى أنا الآن بهوم روت لأنني أنا مسجلة دخول كالروت أعتقد تعلمنا الكثير فلذلك سأضيف معلومة واحدة فقط وننهي ونكمل غدا فأريد حذف لولو أريد الانتهاء من لولو وأريد حذفها كيف أحذفها؟ فبكل بساطة أكتب يوزر دل وثم اسم المستخدم لولو جيد؟ فسيقول لولو فبالتالي لا يمكن أن نحذفها ربما حصلت هذه المشكلة لأنني دخلت للروت من حساب لولو سأقوم بكتابة ونجرب مرة أخرى وسأدخل الآن من الروت فالآن أريد حذف لولو يوزر دل لولو سيتم حذفها بنجاح الآن جيد؟ فالآن إذا قمت بكتابة cat-atc-password ثم هنا لولو لن يظهر أشياء لأنني حذفتها لكن هذا الشي لن يحذف ملفات لولو يعني إذا قمت بكتابة فسيبقى ملفات لولو ومجلدها موجود فإذا أردت أن أحذفه يمكن أن نكتب هنا remove-r لولو كما تعلمنا فإذا كانت موف لأنه يجب أن أكتب هنا home-lulu فإذا الآن مرة أخرى less home فإذا لا يوجد به لولو فسنتعلم أكثر عن هذا الأمر خلال بديوهات القادمة أشكر مطابعتكم ونلتقي غداً